اشتركوا في القناة 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 وكان حاط كل الإمكانيات لكل الموسمة بيشمشي ربعية المسابقة هذه مالورزما المردود تراجع تراجع كبير والدليل على ذلك الهزيمة القاسية الكبيرة اللي خسرها في الجولة قبل الأخيرة وبالتالي إذا كان في بداية المباريات نقوله كان مترشح وبقوة للتصفيات هذه لكن كي شفنا المردود والمردود الكبير للفراق التنزانية بصفة عامة يونج أفريكانز ممتاز برشا وراء إمكانيات كبيرة أنه يفوز على بلوزداد بنتيجة عريضة في هذا الدليل على أن الكرة تنزانية في الطريق الصحيح وبالتالي نعتبرها مفاجأة ولكن ساهمة مردود بلوزداد في بعض المباريات بعض التعاطرات خسر عدد من النقاط خلاته بثمانية نقاط لكن بفرق الأهداف يخرج المجموعية يونج أفريكانز فقط معلومة باركش عنتيك الكلمة يونج أفريكانز كان يدرب فيها ناصر الدين نيبي المدرب التونسي عمل ما عمله الفينال كأس الكونفيدرالية نحكيه على الفيناليس متاع كأس الكونفيدرالية الافريقية شباب بلوزد عملت رسائنا من الريوكريوتلون بتاع الديستار لكنه لم يعدوا حد شيء نحكيه على قديورة نحكيه على لمبولحي نحكيه على عبد الرحمي الميزيين لم يعدوا حد شيء اليوم الكرة الافريقية والفرق الافريقية خلينا نتكلمه في طورو برش وشوفنا أن الأسامي ما عندي حتى على الورق كنا نتصوره أنه الفريق باش يترجح حط إمكانيات كبيرة كما قلت الريوكريوتلون اللي صار والأسامي الديستار الديستار هذو ما شفت على دي تايب سيت أنك تخسر مباراة بأربعة بلايش تناجم تغير مصير نادي كامل وهذا يشوفناه لذا معناها هي رسالة رسالة للأنديا اللي يجعين لكل صحيح ممكن نادي الأهلي بالخبرة متاعه وبالتجربة متاعه ونادي تستنس بالتتويجات ويمشي دي ما البعيد يعني دخلة الثقافة متاع التتويجات راه هي مهمة جدا واللاعب من الكل ما عاش تفارق بين فريق أول ولا فريق ثاني وشوفناه اليوم في المباراة كيفاش عرف كيفاش يجع لمباراة متاعه وهذا هي حاجة مهمة بالناسبة الفرق الثانية لكل راه هو الحقيقة أخرى ديمانسيون أخرى نيفو آخر كل مباراة عندها حقيقتها كل نقطة بحسابها وشوفناه في مباراة كما هذية أنه تخرج من الدورة للمجموعات حاجة توجع برشا الفريق في ظل ممكن الفلسفة والتمشي اللي مشابيه النادي وضخ المال مع الأسيري راه ومعنا جمع لم تنجح خاصة الملعبية هدومة مع أنتا عندهم الفيكويمتاهم مع أنتا كاريرهم وراهم غادلين قديورة والرئيس المبولح والعبد الرحمن مزيان والنعبية هدومة مع أنتا كاريرهم وراهم مع أنتا مهمش الملعبية كالجوية كورة القدم وعندك الموتيفاسيون عكس الفريق الآخر على كل دون كما قلنا الأهل المصري يونغ أفريكان زمتشويت غوضو شيرميت سانداونز مزيمبي مع ماضي ساعتين ذي المباراة لتحديد المركز الأول والثاني خاطرهم زوزة أهله رسميا سانداونز ومزيمبي حالين عندهم عشرة نقاط لكل فريق بيراميدز ونواذيب ومباراة دون رهين ودون معنى سيمبا وغالاكسي مع الخمسة الويديد أسيك في المجموعة هذية لسيك ميموزات أهل رسميا الويديد البيضاوي لازم بشيط أهل لازم يفوز على لسيك ويستنى تعثر سيمبا ضد غالاكسي تعادل وإلا هزيمة ممكن الفرضية هذي وإلا شيرميت والله كل شيء يورد في الكرة على الورق حاجة وحقيقة الميدان حاجة أخرى بالنسبة لي أنا في النتائج هذي من الكل شنو النجم ونخرج وإنه للوجلتاء أو الترشح أو للآخر جولة كما مش نشوف وإحنا مباراة المباراة متاع غدوة اللي بش كنصيرنا بالترجي يكيف مجموعة كسيمبا نفس الشيء وأحنا اللي همنا إنه شكون بشي نفس تلعب على المترشح الأول والثاني مش تعمل مش تكون ثم ممكن المنافس عنده دور كبير نجم تم أفونتاج علي بشي كامل معروف هذي الحاجة صحيح صحيح بي نفس نفس السيق سيمبا غالاكسي لويديد لازيك سانداونز ما زين بي لتحديد المركز الأول والثاني هم أهم مباراة غدوة مش نحكي على تراجو الهلاب مش نحكي وعليها هو في العموم كي تدخل دوري المجموعات في الشامبيونز عندك ثلاثة مباراة في التيران متاعك وتلاثة البر تيمو هاكا ولا القاعدة تقول تربح ثلاثة مباراة لعلملعب متاعك عندك تسعة نقاط ثم تحاول تجيب تعادل على الأقل تعادل من برا ولو فريق يبدو محترم ينجي يجيب حتى انتصار برا بعشرة نقاط تتأهل المشكل وين المشكل وقت اللي تتعثر في التيران متاعك وقت اللي تتعثر حتى بالماتش بالتعازل تخسر دو بوان ولا بالهزيمة تخسر تتر ولي مضطر انك تعوض تعوض الخسار هذه بانتصار وين خارج التيران هو في بعض الأحيان يكون أسهل للأندي ثم بعض النوادي الحاجة الأخرى المهمة زادا أنه الميادين في أفريقيا تطورت تاو الخمستاش لسنين الأخرى واللي كي تمشي لأفريقيا تلقى تيران تنجم تكور فيه قبل كان المستحيل تربح في الأفريق مستحيل تيران تعرف انت على جراب مع جمهور والتقس والحرارة والأربيتراج وما فهم ماش نقل تلفز ما فهم تغيرت المعطيات ولا فهم إمكانية أنك تخسر في التيران بتاعك تنجم تعوض خارج الميدان متاعك وذلك عليش ولا تفهم مفاجآت النقطة الأخرى المهم ربك قبل ما تعاد النقطة الأخرى خنفعل معك في النقطة ذي بالذيت والله وحكينا فيها عام من إيه أخي فيش نستنى في أفريقيا بيش تولي الحكاية الذهاب والقياب ومتاع ماركي بونت والأكسترير تحسب بزوز إذا كان كملنا قد قد واختيش بشتوفة هذي مع كل حسابات بتاع الديبلاسمون ونسكر في الألي ونستنى الرطور وانا امش كما 00 علش انا امش كما 00 علش 2 2 موش كما 1 1 علش في الأوروب تبدلت في الكوبا سودة أمريكان وفي كوبا لبيرتادور بدلت في كاسية بدلت تعليش قعدنا كن احنا في الحكاية ذي اوز في الأوروب كيف شوال الماتشويت خمسة خمسة ستة ستة معتش فهم محسابات معتش فهم تمشي في الريال يمشي انشلوتي في سكر معنا تتوفى 3 3 4 4 معنا بيرنبو شو معتش توكي توفى 7 معتش وقتش بشتوفى الحكاية هذية معتش وعليش لم تطرح أصلا معتش على اقتوي النقاش هو اللي ربما في الكواليس يتكلموا على انه مش تتغير الوضعية هذية بداية من الموصل المقادم والمعلومة غير مؤكدة بالنسبة ليا من عرش امين كان عنده معلومة ولالك نسمعت انحضار كبير في المردود متاحها وهو الويدات والسؤال على الويدات الويدات يعرف مشاكل كبيرة ياسر مدربين وراء مدربين حالة ادارية نعرفوها الناس الكل ومشاكل رئيس النادي متاع الويدات خلقت نوع من فوضى ضغوطات كبيرة لنادي الويدات سواء على المستوى المحلي البطول المتاح المردود ما هو مستقر وكذلك الحال على المستوى الافريقي انعكد ذلك خلى المشاكل كل تتيح عند فوزي البنزارتي اللي يمشي في توقيت حساس للغاية كمي كازي التوقيت اللي يمشي فيه مش حساس توقيت كمي كازي توقيت صعيب لا هو مشي وقت الرئيس النادي مزا موجود ايو يعرف روح على شنو قد الناتجة المفاجأ هي شنية المفاجأ كونه رئيس النادي بعد بجمعة ولا عشر ايام والجمعتين التفق مع فوزي بن زارتي وهو صديق فوزي بن زارتي ويوم من في فوزي بن زارتي عنده مشاكل معناها مع في المغرب الويدات تربح لزيك في المغرب وسمبا تتعثر مع جالاكسي البوتس اصعب حاجة كونك كونك ليكون مصيرك مش بيديك المهم بالنسبة للويدات يربح ما تشوه ولو انه مش يقابل فريق محترم وفريق مش العب بيضون الضغوطات لزيك فريق محترم ينتصر ثم ينتظر مفاجة انا اعتبرها صعيبة ياسر صراحة هو صعيبة لكن ما فوزي بنزرتي بصراحة اسمع لا تعريش ما تستنى حاجة البرا هذا هو طوى فوزي بنزرتي شو المطلوب منه ينتصر على زي انتصر هذا هو مايش مربوطة فوزي بنزرتي لا لا هو مو اسمع مو في الكرة ساعات كونش شوية بوخوخو تصير يربح ويستنى فوزي بنزرتي يربح ويستنى يربح ويستنى بلاش تعملي يزبا ديبلوما سيء مع المغرب يباعتبر في المغرب على سبيت الفادل بيهي شنو عنا ما نضيفه في خصوص تعمل ما نضيف شيرميتي بل ما نحكيه على الماتش هو مو لاحظة بركة الى حد الان نستنى في مباريات غدو مو لاحظة بركة المستوى تقارب اذا قلناها هل انديا الكبرى طاح مستواها ولا انديا البلوزو ما اقل خبرة طلع على المستوى متاحها موضوع للنقاش سانو دونس خمسة سنوات ديما في الطوب وديما اقوى فريق في افريقيا بدون لقب رسمي الكل عنا اجمع عنه الساندوز هو احسن فريق في افريقيا في الاربع خمسة سنوات الاخيرة هاو هاز خمسة شهور التالي لسوبر ليج يقال لك اذيك بش تفتح له شي هاو اخذيه لقب رسمي ومجور انا نحكي لك على الشامبيانز ليج شامبيانز ليج حاجة اخرى افضل فريق في افريقيا الساندوز خمسة سنوات الاخيرة بدون اي لقب هكا ولا عودة قوية للمازنبي ازي مقولوها زيادة عودة قوية للمازنبي اعتبار عنه رئيس هرجع والامكانيات المالية رجعت والدولي بتبقى يدور في المازنبي شوية سياسة على شوية كيف على شوية ألماسة على شوية يقوت على شوية كذا جوها احلى جو بالنسبة للمازنبي ما تسخدمش تهزها راي مازنبي انا ليشاد انتباهي الحقيقة ثلاثة فرق اللي عملت كاز كونفيدرالية ممتازة في الموسم الفارض قاعدة تأكد في تشامبيونز ليج متاع سنو بتيبي مازنبي يونج أفريكانز والاسيك زي دا يدوما ثلاثة فرق تألقوا بالقدي بالقدي عمنا ولو تفرجنا فيهم ضد الاتحاد المنسيري سني قاعد يأكد الفرق يدوما قاعدين يأكدوا في البرفورمانس اللي عملوها عمنا وقاعدين يتحسنوا قاعدين ملا المليح ذا برك أخوية فيس عفيسا ما عادش نقول الكاف مسابقة سهلة ها كنت عتارفت وحدك وقلت أنه ثلاثة في رقم الكاف عمنا لا لا في الرأي العام الرياضي تاوربول كاف مسابقة سهلة ما هي السهلة سيكون دفوارة أصعب أصعب خاصة خاصة وقت اللي تفوت دوري لمجموعات وتدخل في الدوري الإقصائي ثم في رقم محترمة برش ايه هو السني هو الحديث الذي تبدأ على كاس كونفيدرالي على خطر السني تنحك الدوري الإقصائي اللي تتيحوا منه تشامبنزليك فجأة ومونت في رقم الحقيقة مغمورة وغير معروفة دونك الحديث على أنه النبو بتاع الكاف طاح جسد سنين عسن خطر قبل كان والحقيقة ثم مساويات قوزين برش فاصل وراجعي مش نحكي على التراجي والهلال السودانية بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع أيمين زروق على إيفام أحلى غاديو سبوغ بلوس مع أيمين زروق على إيفام مرحبا يا أهلا وسهلا بالجميع لسابعة واربع وعشرين دقيقة تصويت الحديث على مباراة التراجي والهلال بيه معني شيفر دي جور شيفر دي جور شيفر دي جور قبل ما نحكي وعلى المباراة تذين تعمقوا فيها ونسمعوا ما جايف لندوى الصحفية نحكي وعلى ثلاثة فرضيات اللي هو الرقم متاعنا متاع اليوم ثلاثة فرضيات وأهل التراجي راضي تونسي لمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية نذكروا مرة أخرى أنه في عام عام 2025 مشي تبدل فورمايا شيرميتي مش بشتولي الكو دي موند كما لعب فيها انت في 2007 هكا بطل كل قارة بشتولي كأس العالم كما كأس العالم متاع المنتخبات بل متاع أندية فيهم 32 منتخب بعنا زوز فراق أفريقية ضمن التراشحة في قرد أفريقيا لهلي والويدات أربعة فراق أفريقية بشي شيرك وأنتو وبالتالي نزلوا فيما زوز ماراكس مباراة التراجي غضوة مهمة جدا وتقربوا من التأهل في صورة الفوز في علاقة باللكوفيسيون كيفاش شنية الحكاية شنية الفرضيات كيفاش تتم حسبة الكوفيسيون البطل المتاع السناء هل يدخل في الكوفيسيون إلا لا عليش التراجي تركيزه ومنصب على دوفولي في مباراة غضو تأهل إلى ربعا هي إيرابيت الأبطال والاقتراب والاقتراب من التأهل لكاس العام والابتعاد عن أقرب منفسي في الكلاس ما نسمعه على تقريز زميتنا بالأكل المعالمي كأس العالم للأندي 2025 بش تكون نسخة استثنائية على جميع الأصعدة هي النسخة الأولى اللي بش تسجل حضور 32 فريق في عوذ 7 فرق وهي أول بطولة يتم تنظيمها في قارة أمريكا الشمالية وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية وبش يكون تقسيم الفرق بأثناش نيجي من أوروبا ستة أنديا من أمريكا الجنوبية أربعة أنديا لكل من أفريقيا وإيسيا وكونكاكاف مع ممثل وحيد عن أقيا نوسيا في حين بش يكون المكان الأخير مخاصص لنيجي من البلد المضيف نيجي الأهلي المصري والويديد الرياضي ضمنه ترشحهم كأبطال نصخ 2022 و2023 لربيطة الأبطال الأفريقية وحاليا نيجي الأهلي المصري هو متصدر ترتيب الفيفا للأنجا الأفريقية ونلقا وبعده الويديد المغربي في المركز الثاني انتظار بطال ربيطة الأبطال الأفريقية لسنة 2024 يعني يبقى التنفس على المركز الرابع المؤهل عبر مسار التصنيف ويعتمد مجلس الفيفا على معيار للأنجا في كل اتحاد من الاتحادات القرية وهو ثلثة نقاط في حال الفوز نقطة وحيدة في حال التعادل وثلثة نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة أما شنوى الفرضيات الممكنة للترجي من أجل الترشح لو يحقق الترجي الفوز على الهيليل السوداني غدوة يتأهل رسمين للدور القادم وبالتالي يحصولوا على ستة نقاط واقترابوا من نيدي سانداونس وابتعادوا على شباب بالوزداد بالنقاط أفضل سيناريو يمكن الترجي من التأهل هو الفوز برابطة الأبطال الأفريقية في نسختها الحالية فرضية الثانية هو فوز الأهلي ولا الويديد وإلا ما ميلودي سانداونس الجنوب الأفريقي بالنسخة الحالية وفي حال فوز فريق آخر برابطة الأبطال الأفريقية يتوجب على الترجي تجاوز سانداونس في ترسيب لضمان الترشح وإذا وصل الترجي سانداونس تكسح ما لك في التقرير هذا شيرميتي نحاول نلص الوضعية وليس نعود للتقرير إذا كان الفريق الذي يتوز في تجمع تجمع سنة يتواجد برابطة الأفريق ويقعد برابطة الرابعة برابطة الرابعة يحدث في حديث التصنيف هناك الترشي في التصنيف موجود في المركز الرابع وراء الهلي والويديد التي ترشح بأعتبار أبطال خلفوا شباب بلوزيت أوت وخلفوا بيترو أتليتيكو سيمبا عندهم بيترو أتليتيكو وسيمبا 51 و49 نقطة في المقابل ترشي عندهم 79 نقطة تم ديفيرينسة كبيرة يسر على مستوى التصنيف هذا الترشي إذا كان يفوز غضوة حسب التقرير وحسب المعايير الفيفا يأخذ 3 وماتش 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 6 نقاط سهلوها المستمعين باش ما ندخلوهم مش في الكلاس مو هي صعيبة هي صعيبة مش تفهمها ليسمع وليما يتبعش في الشأن يعني في الكلاس مو هذي يمي نجمش يفهم خلينا نقولوها غدوة هي مباراة مصيرية للتراجل رياضي تونسي هي مباراة نقولو إحنا مصيرية في تاريخ تراجل رياضي تونسي خاطر علش راهو من ناحية العائدة المالية اللي تنجم يستنفع بها النادي مباراة غدوة مباراة بتاعة الرشح أول حاجة خطر تخمم في غدوة لازم تترشح التراجل لازم تفوز التراجل خطر مصير ببين يديها تربح 6 نقاط وتحط سيق في الكوب جيمون دي كلوب اللي بش تصير في في عمريكا ديما نذكره مش غدوة الفوز يعني تتراشح الكاس لعن ملاي باع ملاي كبير 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 ونتندن في صورة ما تقعد يعني الامور ماهيش واضحة لازمك مهمتك انك تفوز بالشامب لك اي تضمن مية بالمية اللي بش يفوز في تشامبينز ليغ متاع سني ما يدخل في حتى حساب اللي احنا قلناها من قبل وحكينا فيها قلنا مثلا ثم الانديا التونسية ماهيش كونسرنية قعد الفريق التونسي الوحيد اللي هو كونسرنية هو الترجي وتعتبر المسابقة هذية مسابقة مهمة ونعودها في تاريخ نادي ماهيش تلعب معناها بين ستة في رق ودرش نوع طو مش تولي معناها بطولة كاملت الشروط كل اربعة سنوات كما كاسل كل اربعة سنين نح علينا من النواحي التجارية والمالية اللي ماشي شو سمعين اخذ كما كاسل عام تقصد كما كاسل عام تع المتخبات صحي كاس عالم للاندي نح عالينا من الامور التجارية اللي واضحة والمادية اللي واضح عاطينا اكثر فلوس اكثر مسابقات اللاعبين ودرش نوع هذا كل اش عام كبير ياسر موضوع كبير ياسر وبيزنس الفيفا كبير ياسر المنطق شيقول ما كل اربعة سنين ولا كل فريق هز الشامبيون يترشع بسيفة الية في الاربعة سنوات لحساب الغالص انا يا أخوي عندي اربعة سنوات مش ترشع تقل لي هز الفريق يترشع بسيفة الية للدورة القادمة واللي هز مارتين مثلا اهلي ولا مثلا الاهلي ولا الويداد تهز السناء يقول اللي العب معاها الفينال هو اللي يمشي في السنة هذيك وتبدأ الامور واضحة لا تقصي حد هز فريق الشامبيونز ومبعد تراجع المردود متاعه كيفاش تنحيلي لستحقاق متاعي انا بطل افريق اللي موسم كذا ومن حقي اني انشارك في بطولة العالم للان دي كاس العالم للان دي ومبعد تراجع المستوي متاعي ما عايش نتراجع حتى الشامبيونز لك 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 كام تعل مطل بطبيعة الحال هذي هي الاشكال الكبير اللي بوجود فيه ظلم للعب اعطاه ولا فريق اعطاه ما عنده وتحصل على شامبيونز ليج تراجع المردود متاعه متاعش روح ومتاع لك مخلطتش عليها القانون هذا اي 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 نحكي اذا على المباراة اليوم كان الموعد وانا دوال صحفة نسمعو Florent اي اي مدرب الهلال السوداني لكن اقبال ديف نسمعو كاردوز ومدرب التاراج خلاته المقابلة غدوة يطلب من العبت انو يحط ساقيهم في القاع نسمعو اهم مقالو اي اي انا انا نحن 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 ن scenery نحن 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 شخص يوجود سن نحن 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 فار نحن سنرى من المدع بشكل يفعل. سنرى من منذ مدعه في المدعه بتعديدك والذي يتقاند. لنهية تتوقع إبنها. لذلك المعودة ليس لدينا رؤية فضلاً para المدعنين. من الخطر بممجزنة المدعه أنه تغيير في المدعه. لنهcott من المدعه من المدعه في المدعه. الفيهي بريق سيكون بنفديا فهو يجب أن أجفع الى الفيه. هذا التجربة يزالي حكي تحصيح ممتاز لذلك لأمر شباز يتعاني لكي يجب أن يجب أن يكون لدينا هذا المساوطة وهو نجب أن تتعاني وقتك يا رفاق و فقط تحصي بشكل معظم و أنت تتعاني و تعتمد أن تتعاني جيدا المهم يجب أن نسافع لدينا في مدعان لأمر ما هو أهمل أنه يجب أن يكون الأمر بلاسنا ومنذر يجب أن نفسك يتعاني يحتاج قلب الأفضل من كتابة يحتاج إلى المحكمة المソتوحات الشرطة يعمل تقالب مع العائلة وهي أفضل الجيلة على أكثر تعرفة ونتمج الأفضل إلى كل المستدع لأنه هو الموقع على سيارة و�도 سيارة على سيارة وكذلك يبدو لدينا كثيرا بمتعث بمهم جلسة لدينا كل المستدعات والنستدعات سوى جديدة لديهم يت eyebrows المستدعات هو الواقع إلى تجارة نترجم مقاله كاردوزو يقول لازم ندخل المقابلة بشكل جديء وبشكل كله تركيز يقول عودة بنعلي الوهابي تخلينا نشوفه بشكل أوضح شكوم بش يكون في التشكيله تعطينا أكثر خيارات يقول أنه سياق مختلف على مباراة النجم السهلي يقول مباراة غدوة نهائي مع كل الانتي بيل لأن الساقين لازم يكونوا في القاع بعد الفوز وبعد مباراة النجم السهلي يقول غدوة لازم ترجي يلعب مباراة بعقلية لترجي ويطلب مجمهور بش يسندهم يقول غالي شعليلي مع المجموعة هو ملاعبي كما أي لعب آخر ويدرب مليح وإذا كان بش يكون حاضر بش يدخل حسب مجريات المباراة شنو علي شد انتباهك في الكونفيرون صحيح؟ هو أول حاجة خلينا نكون واضحين أنه مباراة غدوة مباراة نهائي كما قال المدرب صحيح ممكن تشكيله بش تكون بيزو موه إحنا ديما نعرفه في الكورة ومش موش بانيو كيب كي قاني بصورتوه في الوجه المحترم اللي قام به الترجي والاستحقاق المباراة النجم السهلي نصور أنه في أغلب الحالات بش يعمل على نفس اللعبين لكن لكن خلينا معا لكن مباراة مباراة منافس مخالف تمام أنت لعب ضد النجم السهلي اللي فريق خلينا نقوله ما هوش في أحسن حالته غدوة بش طرقة منافس مختلف شخصيا تفرجت عليه في الملعب وقت اللي لعب ضد النجم السهلي فريق محترم ومحترم جدا يعرف كي شعب الكورة يوني كيب جواز تلعب عندها لعبين عندهم فنيات كبيرة قادرين أنهم يصنع الفارق في أي وقت وتعرف وقت اللي تلعب قدام جمهورك وعلى أرضية الملعب متاعك راه معا مرور الوقت باش تصعب وتناجم وقت اللي ما تسهلش المباراة على روحك راهي باش تصعب خاصة أنه غدوة ترجي مطالب بالانتصار ولا غير الانتصار هل مرور الوقت في مصلحة ترجي أو إلا ضد الهيلة؟ رموش كما أنك تخمم في الربح كما تولي تخمم في النيول وقت اللي تخمم في النيول تولي تدخل بعضك تولي أقل غلطة تناجم في آخر مباراة تناجم لقدر الله يعني يقبل هدف ترسيله أنه يجري في جورة النتيجة نعطيك سيناريو مثلا في اللي تحكي فيه حالي نقول لك زاروك لازمك تربح بالنسبة للتراجي لازمها تربح باش تضمن روحك أنه ما ترشح في الدور تربح ولا تمركي على بكري شرميتي؟ أكيد لانتصار بي ماتش هذي حاجة أمورتون وقت الدخل لكن حاجة أخرى لازم نقولوها هفش نعطيك سيناريو لعدة برك اللي هذي سيناريو نلعبه في دقيقة 72 نتيجة 0 مقابل 0 هونيا كيفاش يكون تواجه اللعب متاع التراجي وإلا متاع الهيلال السوداني الهيلال السوداني اللي منتظر حسما قال كاردوزون بشي يلعب الدفاع ويلعب على العكس الهجومات الهيلال أصبح مطالب باللعب تراجي الخوف من أنه هيك الهدف ومعاتش فاما وقت دونك المباراة ستكون صعبة في الأحوال كل ذيك عليك سحبي تنسألك أنا اللي يسجل على بكري ولا لازم يربح تراجي؟ بالأكيد هو اللي يسجل على بكي سهل على روح المباراة ودي ما احنا نقوله كلاعبين لازم لونتام تكون باهية أحسن سيناريو لأي مدرب ولا أي فريق أنه يسجل مباراة يسجل الهدف من اللول ويعرف كيفاش يجيرين بعد نساقم يعني المباراة مباراة مش تتعب على دي دي تاي صغار بالنسبة للهيلال رغم ما لازمك تعرف كيفاش أنه فريق هذا يعرف كيفاش بالنسبة لله هو الترجي يجي يجب يسجل هو يعرف كيفاش بشوال يعرف كيفاش يضرب المنافسة في ظهر متاعه وما لازمش الترجي خطروزر ظروه خلينا نكونوا واقعين الترجي توا اليوم عملت إيماج به بتحاول أنه تأكد هذي خطروه لقدر الله تقوم تعمل فوبارا وكان ديباء مباشرة بعض النجم الساحلي سوية في حبية تراجي هل تراجي نسخة هل كاردوزو سحار بدل النسخة متاع التراجي وإن المشكلة في النجم الساحلي انتظارات كبيرة بالنسبة للجماهير تستنى في الوجه الحقاني في مباراة كبيرة ضد فريق ولم هو نفس محترم ومحترم جداً باش يشوفوا الوجه الحقيقي للتراجي نعطيكم التشكيلة كما قلنا دونك التشكيلة غودة بشتكون نفسها متاع مباراة النجم الاغذي للساحلي لا تغييرات حتى بعودة بن علي وكذلك الوهيبي التشكيلة بشتكون نفسها بوشنيب العالمي بنحميد علي سارتو قاي مريح في الاكس مميش بتبيعها في الكاج اولو زكريا العيب سيف حسين مدقى يانساس بوكيا ورودريغو رودريغيز هذي نفس التشكيلة ونفس الشيما تكتيك نفس ديسبوزيف الاربعة ثلاثة ثلاثة سنة مع العلم انه الماشلة ليلي يقلم الماشلة اللي يخدم على الاتوال قبل البنهار عطينا التشكيلة الصحيحة اي مدون مفاجئات نتمنىو نتمنىو في الاتوال في الناس الكلين انتي حتى في افريقيا تجيبها الصحيحة فاشال للك ", تشك offenders پools نقبل التشكيلة نحب ناكد كلام مين مدرب التراجي الملعبية في وضعية ف będą صعيبة شوية رأي رأي صعيبة باش نتكلموا قد قد باش الناس تفهم باش غدوة جمهور التراجي كيمشي مايقولش باها الفريق متاعي مدقيقة الاول ماهاجمش وماما مركيش وما كذي رأوا فما حسابات وحسابات معقدة باش نازم نفهم والماتش راوي دوم ستة وتسعين وسبعة وتسعين دقيقة وثمانية وتسعين سادي باوين كيفاش التراجي باش يلعب؟ قبل ما نقوله السؤالة ذاك كيفاش باش يلعب باش يهاجم باش ياخو بايوم اللول باش يستنع باش كذا؟ كيفاش غدوة هيدا هو هيدا اهم سؤالة خاطر تعادل يساعدو انتروتام مالجامش يخلي روحو في الريسك لاخر الاخر وقت هيدا انا بشي خلي الميساحات كيمشي لعب الهجوم متش بيج متش بيج ويلزم جمهور التراجي ليمشي مشي غدو ولا ولا مشي تفرج في التليفزيون يفهم الوضع يذي الهدف رقم واحد هو انو التراجي يتأهل هكا ولا ليه راو بوينبورت خاطر راهي تسعين دقيقة فيها برشة احسابات والتكتيكات والتغييرات والتعاملات هذي كلها موجودة ومن كلام كاردوزو مدرب التراجي فام بعض التلميحات كونو ماتش راهو لا يستهنوا به به قبل ما نحكي على التراجي خلنا نحكي انا على المنافس والبركورو متاعو اللي عملو في التصفيات اذي الى حد ماتش انتعقدو شوفنا معا لطوال هنا هكا ولا محترم جدا محترم بطريقة متميزة جدا وارزمون لطوال انهارتها لعبت بذكاء كبير خليني انا اكد كلامك انه راهو حتى انتصار النجم الذي السحلي جاى ضد مجرى في دقيقة 1989 وقتا جاكم بياه جتها فورس برشة يعني جتها فورس وارزمون وانا علاهش �ت لوال لطوال عيف SB zwr ضيقت اكثر حت عليها ا hops جاه لها نقاط كبيرة ضيقت اكثر ما يمكن مساحات في الدفاع كانت كومبا ضيقة أكثر ما يمكن مساحات في الدفاع نمشي الهيليل بيترو لليوروتور وخاصة الروتور ما عمل بيترو مدربة بتاعه؟ ضيق المساحات على المستوى الدفاعي وتلب التعادل ووصل للتعادل نمشي للترجي والهيليل غادي الترجي حب يلعب الكورة وحب يمشي القدام وحب يفرز القصوب بتاعه خسر ثلاثة ترجي ايش هو معتها ترجي غادي يجب يسكر اللعب؟ يعطي الكورة للهيليل؟ لا هنا نعطي في اشارات ومدربة ترجي يذكى مني ويعرف اكثر مني لكن انا نعطي في اشارات مهمة باش الجمهور اللي يسمع فينا يقرأ حساب النقاط هذو ما بالذات نعطي طوى فكرة اخرى امكانيات اللاعبين الثلاثة اللي قدام بتاع الهيليل والثلاثة اللي روم بلاصوم بتاع الهيليل مهم سيدي الكابيتان محمد عبد الرحمن ملاعبي 33 سنة ممتاز جدا وين في ضرب المساحات نمشي لعليسار كانجوانجا سريع جدا ويضرب المساحات ونمشي لسانة العرب عمر عبد العزيز عمر اللي هو لعب مموه ولكن سريع ويحب الثلاثة هذية ونضيفو لهم ونضيفو لهم اللي ما يتحركوش بمالطقة متاحة الا في حالة شنوة في حالة الضرورة نرجع طويل معا بش نتكلموا على ثلاثة اللي روم بلاصوم اللي على البنك اللي ممتازين برشا نحكي على البوست اللي في الهجوم تراجي الرياضي تونسي احسن سيناريو بالنسبة لينا ساجد هدف لكن يرد بالو التراجي الرياضي تونسي باش ما نجعلوش منه زد فريق ذا الريال زادا نعم فريق ما تخليلوش المساحات التراجي الرياضي تونسي حتى يهاجم بثلاثة باربع في الماكس بالخمسة ملاعبية فقط ويضمن توازن باربع خمسة ملاعبية ينجم يسجل الاهداف علاش لانه نقطة ضعف الفريق ذا هو خذ دفاعه والثقل متاعه واكيد امين العب مع السودانيين ويعرف نايفتين نايفتين اللاعب السوداني اللي اندية حتى المنتخب السوداني اللي عمله اغلاط بداية اغلاط بداية ما تهاجمش بطريقة مبالغ فيها وتطلع للا تروكي ما شوفناهم على الطوال وتطلع العاب زكريا وتطلع حسيم اتقاء وتخلي روحك لا سينارو الخايب هنو توصل الماتش لسبعين دقيقة في زيرو زيرو عليش سبعين دقيقة في زيرو زيرو ايه بنجيم وتدرب الهلال يغير الخطة واللي يلعب بطريقة مختلفة واللي يضغط وهنا الخطورة حاجة واحدة حاجة واحدة انو ما لازمش الاستهتار قدام المرمى يصيرك مسار مباراة النجم ايه خاطر وقت تعرف مباراة الكبار هذو ما وقت اللي جيك منشطر اوكازيون لازمك تقضي على المباراة ولازمك تمركي وهذا يشوفت الحاجة السلبية الوحيدة اللي قام بها ترجي المهاجمين بتاع ترجي في ماتش نجم هه وهذا فورو مدربو هل حتلم على النجم الثلال عادة نهاية مصدر نسيح المدربو هل عن نهاية مزرتك ماهو مصدر النجم الهوال لها فلورو ايبنگي الماخش من الممكن التقوم المرد سيارة مباراة لست المحسونان مقالة لزيارة فرقم المنزل المناسبة للمشيط يكو في التجربة ونحن أردنا صحيح نحن يكون نعيدا سنقل جد Great Match كانت كثيرا في لاردس وما أرى صارتها نهاية من المسروعات عن اللحل الهلال لنتجهم واحدهم لتراجح والتعادل لتراجح بالفاوز أو التعادل لنذهب هذا المسروع على التراجح واللحل والتعادل فما موتيفاسيون كبيرة برش من الرئيس فما بريمات ما عندها ميلاكية مباراة في الحالات اللي كلزمو يخد حضروا منها الترجل يغضي تونسي بالكدية بالكدية وذلك مقرق تلعب ضد فريق ميريت اللي معنده الشمبيونات مش قاعد يلعب اي ويقدر في عداء كبير ومبلوزوسال للبرزيدونت تاح من اللي حاط حوافة إزمالية كبيرة برشة تعرف انتي بريمات صرتوه في الشمبيونز ليج حاجات كبيرة اللي اللي اللاعب تصير موتيفاسيون للعب وان شاء الله هو الموتيفاسيون تغيب شنو مش تغيب لبريم معنطا مش تغيب عليهم لبريم بريم مهمة زرور بكنتت موتيفة قبل انتي كجور كي يقولك فم بريم اكيد صرتو في الشمبيونز ليج ولا الكوب ديموند دي كلوب نذكر شنو فيك ماشوات كبار هذو كنت لعبوا مرة في العمر ساعة في كاريير لعب ما يعشهم قديش خذيت بريم بعد في ماتش نذكر في الكوب ديموند في كوب ديموند وقتها بد أوراوة مريدت شاطة بحرات الروح تحته قمت تحته قمت مصاش مليون وقت ويا حتى الموند هرم من المروحة للخروبين على الواج خم باش تشغي في كاربا اني بعد الماش نبكي نوزل بريم طار الخمساش مليون بريم تعمل بريم تعمل بريم تعمل بريم لا لا تعمل بريم كان حاجة كبيرة احنا في البريرود متاعنا ما كنش نوخل سوراه والسرير متاعنا اخي انتي وقتها تمشي تترينا في الواج والله هزة تعمل بريم زروق ومروح القروين اللي بحضي في الواجه مالا هك البكية هذيك ما تقوليش تبكي من الفرحة متاع البريم بش تشري كاربا ماشر بالعكس نبكي مشاها لي البريم باش نبدل نشري كاربا بش لس عليك بريم خمساش مليون انتو مخسرتو المات يا ذيك اخسرنيه معناها كانت ما تارت علي خمساش مليون تارت علي خمساش مليون تارت عليها تبكي على الكارب شبكي تتليح وتقوم لازمك مش تتيح وتقوم برك قداش اخير بقى اكتر بريم خديته سيمين ما كناش نقبل لمين بمسير لا ما كناش نيخذو فريم او ما كناش نيخذو فينال شامبيونز ديج ربحنا ناكي بوبوه ستة في المنزة هزينا براتيكمو هزينا الكوب هزينا كوب دافريك وقت هزينا كوب دافريك ما زالت قبل ما نرى بروتور. قد يخذت? اه زوز ملاين ونص. وعدونا بخمسمائة دينار زادة اذا كان ما نخسروش على الاكستيريور في الفينال بيش نزل الكوب يزم نخسروش. اه. احنا هزيني الكوب. عملنا التعادل باردوك خذينا في حدود ثلاثة الاف دينار. ثلاثة الاف دينار. كما اقوله تاوه مع انت قديش كما اقوله. اه. اذا كفا معناه هتا اه. احكيه احكيه فينرا مغلينيش. جيبت لكش مرسيديس وقتها. لا لا. 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 هذيك امور اخرى. فما نقطة. فما نقطة نقطة باكة فيه ساعة. فيه ساعة. اللي اجبتني في معالية اتوال عدد التزديدات على المرمى. المحاولات على المرمى وصيق قريب 18 المحاولة على المرمى. العاي بيسدد. سايس يسدد. روديقي السدد. تسجل منها بزوزة شوي. اه. اه. لا لا لا. المهي. صحيح. هو. هو صعيب انك تخلق الفرص. اي. والاصعب انك تسجل. لا المهم يسدد. سددو على المرمى حاجر. اعتقد ليش يريدوكم بش يكونوا موجودين غضوة فيه. هذا هو التزديد على المرمى. نقطة اخرى. الضعف الهيليل. ورينيها حتى معالية هو الكرة الثابتة والدوزيان بال. دوزيان بال. عايش وقت تسجل اللي يفتين. متاع. متاع. متاع الهيليل. ينجب ديفونسور اللي كباب مش مش رايش حالف دون لكس. هنا بينصور خدمة متاع مداري بش يحط شكون لجوار اللي في الخط الثاني. في الرسيبسيون بتاع كورة بش يسدوا على المرمى. آآ هيت خان نكملوا المقابلة ذا يحكينا في الجوانب هالفنية ولا تكتيكات نعملوا ميسال اش دعوة للناس لكل سواء الامنين سواء الجمهور اللي بشي مشي غضوة دي ما دعوات لضبط النفس برابور لهالحكاية اللي صارت متاع البوندرو لهالبومبردمون ميدياتي متاع الفيسبوك اللي قاعد صاير. على الايقافات اللي صارت الفيرح في ماتش الهوند. الايقافات مزيل ما صار منهم آآ حتى شاي جيد معتال الايقافات ما ما تسايبوش معتال الموقوفين. ثم اخبار قاعد دور على انه غضوة سيتم غلق الفيراج كاجراء ممكن امني كاحترازي من تراجل يغضي تونسي باتي برنا عنده سرسي او كطلب زادة متاع موقات مدقات عن مجموعات الفيراج متاع التراجل لك الخبرة داي مهوش معتها صحيح باش يكون موجود غضو الفيراج محلول والمجموعات يكونو آآ موجودين اديك عاليش مهم جدا بربي كلمة كلمة يمين وخل نختموها خاطر جمعة عدد كلها معانتها بوليمي كبيرة بوليمي كبيرة وكلها تشنج وكلها ريجوناليزم معناها هيت 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 غضو باش ما باش ما يسيروش دي دي باسمان دي دي بوردمان معنا احنا اليوم مسؤولين صرتو قدام ميكرو لازم نعطيوه المساج اللي يهدي انفسو ويعقل الناس وراهو دي ما ثم فارق بين المسؤول والمحب المسؤول مسؤول يناحي كاسكيتم تاع المحب ورانو كلنا عنا انتماءاتنا لكن المسؤوليتنا انو لازمو نعديو مساج بوزيتيف في نهديو الناس كل ما نحبوش المضرل حتى واحد منها انها تنسى وخليوا خليوا الكورة سبكتاكل خلي خلي الجمهور يعمل سبكتاكل متاعه كومي الفولي استنسنا بيه قبل راهو راهو توحشنا هيك الليماج اللي واحد يهز عيلتو ولا يهز اخويتو يمشي يتفرج في الماتش لالي شاي باش يشوف الدخلة في 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 حدود معقولة يعني اه ما لو رزموه ولا يتطر متخوير وترجع الليماج متاع الكورة التونسية بصفة عاما سورتي راه هذيك راه اوزر تحبوا لا تتكره والناس لازمها تفهم انو راهو اللاعبين نتعرف سمير اللاعبين راهنا اخويت راه راهنا نتعاركوا في المستطيل الاخضر وراهو البر ديما نقابلوا بعضنا وراهو الناس اللاعر بعضنا في الارضاء ومصدرات المسؤولين راهو اصحاب وراهو يمشيوا لعروسات بعضهم وراهو يستدعوا يتأثروا كلمة 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 سمير في ثلاثين ثانية كيفية ثم تخوفات تخوفتها مني على انو يصير كما صار عنو الماتش بيتضخبين مسؤولية اللاعبين ننكبرت ممتاحهم مسؤولية المدربين مسؤولية السطاف اللي موجود عالبنك مسؤولية المسؤول والجمهور نحبوه يولي هو بدو مسؤول مسؤولية الجمهور ترجع زيادة تونس يلعب ماتش مهم وماتش كذلك بش ينطلق به الى افاق اخرى ما يزيم شغوله عليش قلت الجمهور يزيم يكون مسؤول لانو الماتش هذي بش يفتح لك ابواب كاس العالم للانديا بش يفتح لك ابواب التأهل الى معناها ادوار الاقصائية ماتش مهم ضبط النفس مهم في انتظار في السنوات القادمة انو المتفرز زيادة يزبوك يمشي الاسطاد يلقى الراحة متاعه ويقلق كل امكانية بش يمشي يتفرج ويروح في ظروف تكون مريحة بحفة صلو راجعين بش نكمل حديثنا على مبارتنا نجم مبارات النادي الافريقي في كأس الكاف بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع ايمين زروق على ايفام احلى غاديو سبوغ بلوس مع ايمين زروق على ايفام مرحبا اهلا سهلا بالجميع اذا نزلنا مصيب الحديث على المسابقات الافريقية حكينا على التراجي والهيلال بيترو ونجم السيحلي كيفاش نجم نقرر مبارات اذي يغضو من الشرميتي مبارات لحفظ ماء الوجه والا مبارات تحضيري للنجم السيحلي قبالات الافريقية هو هي اوكازيون وجميل اليوم النجم السيحلي اخرج من المسابقات الافريقية هذه في ظل المشاكل والوجه الخائب اللي قدموا في الشامبينز ليج نتصور انه مبارات اول حاجة لحفظ ماء الوجه اللاعبين عندهم دي بلاسمون ما هوش سهل ضد فريق محترم جدا مبارات ماش تكون مش بتكون كما نصوروها موش ماتش اميكال موش ماتش اميكال منها باش اول حاجة تعمل مبارات ايجابية ونتيجة ايجابية باش تنسي الخائبة بتاع الرجلتها ماتش ترجي وتاني حاجة باش تحضر بها زادة الماتشويت اللي جاية متانسيش راه نجم نظر السيحلي في الظل في الظرف عشرة ايام ثماني ايام عندك تلعب ودوى ومبعد تلعب المستير وبعد تلعب الاسبيرونس نوك اوكا يجعون جميع نهر الاربع عددت حدونا السيري ثم يصدفت نهر الاربع حتى للإطار الفني انه باش يقف خطر جديات بداها من مبارات الترجي اكيد ثم عدد من الاخطاء اللي صارت باش يقوم بالتعديلات اللازمة باش يظهر النجم الذي ساحلي بالوجه المنتظر سامير نحكيه على نادي الفريقي فرضية تأهله في المركز الاول نحكيه عليهم بعد شوية لكن تم غياب رسمي للحمروني بداي الإصابة مبارات ضد متذيل الترتيب اللي عنده صفر من النقاط نجمه نعتبره انه التأهل من تحسين حاصل بالنسبة لدي الفريقي يقعد طريقة وتقعد الأداة ويقعد الإقناع جمهور نادي الفريقي يحب الفريق متاعه يلعب ماتش يطمنه على المبارات اللي جاية حسن الاستعداد والتركيز وخاصة اللي طالبه جمهور الفريقي هو الروح القتالية فوق الملعب ألعب من أجل هيك المريولة الذاكة الامكانيات انت الملعبية متاع نادي الفريقي الكل يعرفوها والكل المحلين والنقاط أشهدوا بأنه نادي الفريقي عنده رسيد بشري متميز جدا لكن خاصة في بعض المبارات أو في جل المبارات المردود لم يرتقي إلى انتظارات الجماهير اليوم أمام فرصة كبيرة ياسر منافس أضعف منك برشة تلعب في الملعب متاعك قدم الجمهور متاعك مش تعمل راسي التمنى للجمهور متاعك أنه النادي الفريقي حاضر للبلايوف وحاضر من أجل المنافسه وحتى الفريقي استرجع على الثقة في الملعبين هذا هو تسترجع على الثقة متاعك نظن أنها ما هيش مدارة مباراة على منظر الكبير مباراة على الملاعبين بهم بوقت ما احترامي للمنافس التشكيلة يمشي لعب بها منظر أو الخطة اللي يمشي لعب بها الفريقي قادر أنه ينتصر في المادسة هذا يقعد يقعد كجمهور نادي الفريقي يحب يشوف الفريق متاعه يكون يحب يشوف ناجعة هجومية اللي غابت في الفترة الأخيرة يحب يشوف صلابة دفاعية رغم أنه في الماتش هذين موش بش يكون معناية فهمة اختبارات جدية على المرمضة نادي الفريقي لكن راسي التمنى للجمهور أنه نادي الفريقي داخل بقوة للبلايوف وداخل بقوة للكاف إذا كان نادي الفريقي يحب يترشح في المرتبة الأولى لازم يربح ويستنى هزيمة متاع دريمز يونيتد دريمز يونيتد متصدر عنده 12 نقطة نادي الفريقي 9 وريفيرز يونيتد 9 حتى التعادل متاع دريمز يخليه 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 في المرتبة الأولى مالوروزمو مالوروزمو خط الند الفريقي كنا نستنعو فيه في المرتبة الأولى مالوروزمو صعب على روحه في صورة المرتبة الثانية الفوز وذيك حاجة واضحة مع فوز دريمز التعادل رغم الفوز مش يلقى روحهم بعض فريق اللي مش يكون ملقوين في طريقة مش صعب وحتروحوا نادي الفريقي في الوضعية ذية بكل أسف عندك متعالقة نادي الفريقي؟ لا إن شاء الله بعد الهزيمة الأولانية أكيد هو عذرات في فترة من ثم تذبذب في النتائج لكن الحاجة المؤكدة أنه نادي الفريقي لإمكانية اللاعبين خير من العوامل اللي فاتوا وثم بوتونسيل موجود في انتظار التأكيد من اللاعبين على أرضية الميدان النجم الساحلي معلقتش عليها سمير أنا على عكس الناس الكل متفائل لأنه نجم الساحلي مش يقدم ماتش بي ممتاز والله يمنع لش عليش أكيد وقت لتلعب ما غير برسيون هي حاجة باية هارو أفانتاج للعبية النقص لا نقص متعلم لعبية الموضوع الوضع العام في الفريق بصفة عامة الهزيمة بتاع الترجل الكل في الشيرة وعندي إحساس كأنه لتوال مش تلعب ماتش باي حاجة أخرى مهمة بالنسبة للراضي الساحلي معنويات إذا كان يلعب ما تشباهي ويخرج حتى بدون هزيمة ولا مردود محترم معنويات البلايوف عنده مباراة البلايوف ما ينسيش الملعبية أنه النجم الساحلي بطال تونس ومفارت بشي نافذ الصناعة البوتولة رغم المشاكل الكبيرة اللي عنده أو في أضعف الحالات يتأهل لأحدى المسابقة الإفريقية في انتظار في الصيف رفع المنع من الانتجابات إن شاء الله يرجع الاتوال قوي كم العدد عند العجلاني السطف متاعه والملاعبية نذكره أنه غودة زادة ثم مباراة أخرى متاع بطولة مباراة الجالة الخامسة بلايوف مستقبل السليمين نديل بنزارت اتحاط طاوين قوي في القفصة مباراة تنهار لحت 3 تمارس مستقبل ماسو نجم متلوي اتحاد بنجردين ذكروا بالترتيب الحالي في البلايوف تساعة بيحدش نقطة في الاصدارة مستقبل السليمين اتحاد بنجردين 9 نقاط في المركز الثاني مركز الرابع اتحاط طاوين ولمبي بيجي 8 نقاط مركز السيدس متلوي 7 نقاط قوي في القفصة مركز 7 6 نقاط مستقبل المرسى المركز الثاني والأخير برصيد ثلاثة فقط ميناء نقاط يعطيك صحة سينير السريمي شكرا ميناء الشرميتي يعطيكم الصحة نسكلكنتم في المتابعة وفي السماع اكسلومي كاندر ان شاء الله بتنفيق لممثلين ثلاثة في المسابقات الافريقية ربي يحمي بلادنا ومدقنا ان شاء الله يوم الاثنين سبقه الاخير سبق بيوز على ايفين احلى راديو